السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل القناة التعليمية ماذا يحدث إذا قدمنا التمر للنحل هناك إقراءات يجب على الأخ النحال الانتباه لها أو قد يهلك النحل هناك طريقة واحدة لكي نقدم التمر إلى النحل يا ترى ما هذه الطريقة محاضرة قيمة لأستاذنا الفاضل الأستاذ رشد زريقي من فلسطين فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك أستاذنا الكبير أبو مازن يعني يا أخي أبو مازن احنا هذه المرة كنا لك بدنا نعرضك في الموضوع لكن هذه المرة بدأ عرضك بجد أخي أبو مازن بالنسبة لموضوع تقديم التمر للنحل فبعض الأخوة ممكن أنه يقدم معجون التمر للنحل ومهما كان هذا المعجون دقيق ممكن أنه النحل يتغذى عليه ولكن في هذه الحالة زي ما أنت تفضلت سيبقى في ألياف وهذه الألياف لن تستطيع الجهاز الهضمي للنحل أن يتعامل مع هذه الألياف وبالتالي ربما يحدث إسهالات وربما يحدث موت عند النحل لكن في طريقة أخرى ممكن أن نقدم فيها عصائر الفواكه للنحل بدون ما نأذيه لو جينا للتمر أو العنب أو الخروب إحنا لاستقدم الخروب أحيانا ممكن مثلا التمر ولا هنا لا أتحدث عن التمر اللي الأخ قصده في رسالته وهو التمر الخالص مدته أو المتعفن أو إلى آخره لكن أنا أتحدث عن التمر السليم اللي ممكن أنه الإنسان يتغذى عليه فالتمر إذا بدنا إحنا نطعمه للنحل ما بدنا نخسره عندنا كمية تمر من مش عارفين نبيعها أو إلى آخره ممكن أن نستخدمه للنحل كيف في هذه الحالة يعني إحنا بنحط التمر هذا في وعاء ونضيف عليه الماء بحيث أنه الماء هذا يكون مغطي للتمر كاملا وبنغلي التمر مع الماء غلي جيد يعني لمدة مثلا نصف ساعة أو ساعة إلى آخره يعني حتى أنه تشوف التمر بدأ يذوب في الماء ثم نقوم بتصفية هذا التمر بمصفاي سلكية يعني تسمح بمرور العلياف ومنعيد غلي هذه العصير اللي إحنا صفينا بنغليه برضو كمان مثلا نصف ساعة أو ساعة وثم نصفيه بمصفى من الكماش ونتركه حتى يبرد لما يبرد على الآخر يعني من تكون بنكل العصير هذا أو الشراب إلى وعاء آخر سنجد أنه فيه في الوعاء الأول بقي مترسبات مترسبات قليل يعني ربما يعني في آخر لتر أنت بتضيفه بتكون أنت شايف هذه المترسبات هنا هذه المترسبات يعني ما ما تضيفها للوعاء الآخر كبه خالص وتخلص منها ثم نصفيه مرة أخرى بمصفى من الكماش ويعاد غليه مرة أخرى ونتركه حتى يبرد بعد هذه المرحلة إذا صفينا بمصفى من الكماش لن تجد في الكماش أي شيء يعني بنزل كله من الكماش وكأنه أصبح سائل مثل الماء بالضبط لن يبقى في مصفى القماش هذه أي ترسبات نهائية يعني بمعنى أنه الألياف اللي كانت في حبة الطمر هذه تخلصنا منها كلها مع الماء ولم يبقى إلا الماء والسكر اللي كان في الطمر ذاب في هذا الماء ذوبان كامل ما يمكن آآ إنه نضيف الطمر للنحل راح تشوف إنه فيه إقبال شديد من النحل على هذا الطمر وبنفس الوقت يعني النحل يمتص هذا الطمر امتصاص يعني عكس معجون الطمر يعني فيه ناس بيستخدموا معجون الطمر في التغذية الصلبة آآ اللي هي يعني العجائن السكرية بيضيفوه العجائن السكرية وهذا خطأ أما إذا يعني استخدمنا التمر بهذه الطريقة فسيصبح السكر اللي تم إذابته في الماء سيصبح يعني مثل ومثل الرحيق مثل ومثل المحلول السكري ويستطيع النحل أن يمتصوا امتصاص فإذا امتص النحل هذه المواد امتصاص يعني دليل ذلك إنه ما فيه ولا أي شيء من من الألياف اللي موجودة في عصير التمر هذا هذا الكلام ينطبق تماما على آآ عصير العنب وعلى عصير الخروب آآ يعني إحنا بنجرب نستخدم عصير الخروب نحل بهذه الطريقة وحتى إحنا يعني العصير الخروب أو آآ عصير العنب برضو منستخدمه منعمل منه آآ أكلات حلوة يعني زاكية وطيبة والإنسان بيستمتع فيها كثير ما فيها ما لم يبقى لا يبقى فيها أي مظهر من مظاهر الألياف فا يعني نستخدمه أحيانا يعني إذا وجد عنا كميات من آآ دبس آآ يعني عصير الخروب أو دبس الخروب احنا بنسميه أو دبس العنب وهذا المثل ما ما نباع للإنسان وكذلك الأمر بالنسبة لدبس خروب يعني بنستخدمه للنحل ولا ولا مرة يعني لاحظنا إنه إلو أي تأثير على النحل ما صار في عنده إسهال ولا صار في شيء وأحيانا إحنا منضيفهم مع المحلول السكري يعني لما نعمل محلول سكري آآ للنحل منضيف مثلا ثلاثة لتر أربعة لتر خمسة لتر حسب كمية السكر المحلول وحسب المناحد الموجود أو المناحد الموجود عندنا ويعني ما لاحظنا أي شيء على النحل الإطلاقا هذا من تجربتنا أخي أبو مازين آآ رغم إنه الأساتذة والعلماء يعني بحذروا من التقديم هذه الأمور للنحل لكن أنا بأعتقد إنه يعني آآ تحذيرهم من هذه الأمور سواء كان يعني دبس العنى أو دبس الخروب أو دبس التمر بأعتقد إنه تحذيرهم من إنه لا يقدم بشكل عجائن آآ أما بشكل العصير هذا اللي أنا تحدثت فيه ما أعتقد إنه يضرر على النحل وإن شاء الله الأخوة والأساتذة الموجودين معنا في هذه المجموعة يسمعوا هذا التسجيل ويعطونا رأيهم آآ تحياتي لك أخي أبو مازين تحياتي للجميع